السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرات كثيرة كممنتجين يجينا عمل بجودة ضعيفة فنحتاج أدوات لرفع جودة الفيديو وأحيانا نستخدم أدوات معينة وتقنية في البرامج عشان نرفع جودة فيديو معين وغالبا تكون نتيجة غير مضمونة لكن بالذكاء الصناعي النتيجة المضمونة لأي فيديو وهذه الميزة تفيدك بشكل كبير مثلا عندك مشروع فيه بعض لقطات جودتها ضعيفة عشان لا ترجع تصور المشهد من جديد وممكن يكون العميل بمدينة وانت بمدينة أو في دولة وانت في دولة أخرى فتستغل ميزات الذكاء الصناعي برفع جودة الفيديوهات اللي تشتغل عليها وأنا حاب أقول لك أنه ذكاء صناعي تطور الدرجة كبيرة وبدأ يرفع جودة الفيديوهات إلى جودة الفور كي إيش جودة الفور كي وبشكل مجاني ما أطوع عليك أكثر من كده ونقول بسم الله ويلا بنا نبدأ وحياكم الله أهلا وسهلا بكم من جديد طرح يستخدم موقع كوكات المجاني ممكن أغلبنا ما يعرف هذا الموقع لكن الموقع يقدم ميزة رفع جودة الفيديوهات إلى جودة عالية جدا وستخدمت وجربت وفينا أعطاني أشياء احتراف يروح على موقع كوكات تفتح الرابط اللي ترك لكي بلس فيديو راح تفتح عندك هذه الواجهة تروح على خيار اسمه وجيك تولز تفتح عندك هذه القائمة تمام تروح على خيار اسمه فيديو تمام هذا الخيار اللي اسمه فيديو تفتح عليه بهذه الطريقة راح يفتح عندك صفحة جديدة يظلم انك ترفع الفيديو اللي عايز تشتغل عليه بالذكاء الصناعي انا راح ارفع الفيديو اللي حاليا انا شغال عليه بالذكاء الصناعي وأشوف كيف راح يطين الجودة قبل وبعد وكيف شفنا الجودة في بداية الفيديو قبل وبعد بهذا الفيديو عندي راح ارفع علان لحظة الفيديو عندي بكسل فيه نويز بعد ما يكون الفيديو في الموقع يعطي خياره تم الرفع او تم الرفع على الموقع تروح على خيار اسمه ابسكيل اي ترفع جودة الفيديو من الف وتسعمائة وعشرين ميجابيكسل في الف ثمانين ميبكسل اللي هي اه رزوليشن اليوتيوب اللي هي فول اتش دي الى اه تو كي بصير يعني كم راح يرفع لكيها الدبل نعطيه خيار ابسكيل بعدها راح يبدأ يعالج الفيديو بالذكاء الصناعي ونشوف النتيجة بعد ما راح يعادلناها موقع كبكت المميز الموقع اللي يستفاد منه جميع صناع المحتوى طيب اصدقاء الان تمت المعالجة وراح نلقى الفيديو مباشرة تروح على خيار ونفوق يعطي خيار قبل وبعد هذا خيار الان لو تضغط عليه راح يطيك الخيار بعد وقبل المعالجة لو وضغط عليه هالطريقة لاحظ معي الفرق قبل وبعد المعالج لو كبر الفيديو الان لاحظ معي قبل كلنا نعرف برنامج او دوب بيمير بسمو خلنا نشوف بعد هذا بعد المعالجة شوف المعالجة الان اعطاني جودة فعلا وكلنا نعرف اسراره خلينا علم عدل لي الالوان يعطاني جودة مميزة وضح لي كل شيء وضح لي ايس ازالي البنور عن الوجه يعني يعطاني اه فعلا فيديو احترافي وجودة عالية فعلا رفع لي جودة الفيديو الجودة ما تصدق فعلا لو تبعث هذا الفيديو الشخص عنده خبرة في المونتاج عنده خبرة في تحليل فيديوهات رحي لاحظ انه فعلا الفيديو تم تعديله بطريقة احترافية لو لاحظ قبل هذا الان لاحظ البيكسل والنويز والاشياء الموجودة في الفيديو قبل ما يتم معالجته في اه موقع كوكات بسرار ولو اشغل الان بعد ما تمت المعالجة راح تلاحظ الفرق فعلا فرق واسع جدا لو الان نزل على الكمبيوتر المنتاج على واشوف المعالجة قبل وبعد طيب الان رح ننزل الفيديو على الكمبيوتر ونشوف الجودة بشكلها الطبيعي ونرفع اه حجم الشاشة رح على اكسبورد من اكسبورد اه نزل الفيديو على الكمبيوتر ونشوف قبل وبعد هنا يطلب منك وين انت تشير الفيديو على اليوتيوب ولا على فيسبوك ولا على انستغرام راح اطلب منه تنزيل على الكمبيوتر الان اه نزل معي الكمبيوتر لاحظ هنا بدأ يحمل عندي خلنا نشوف الان كيف راح تكون الجودة ونشوف كم صار حجم الفيديو بعد ما غير لي ورفع لي رجوة فعلا اه شي مميز وادوة الذكاء الاصطناعي بدأ تغير يعني موازين العمل موازين الشغل موازين المهارات موازين التخصصات الذكاء الاصطناعي بدأ يغير اشياء كثيرة جدا 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 ووصل مراحل فعلا فعلا مراحل كبيرة جدا من التطور لو اخذ كونترل سكي اه سي واخذها على نفس الموقع هنا طيب لاحظ معي الفيديو قبل وبعد العملية التعديل في كابكات فعلا اعطاني اه جودة عالية راح البيكسلز من الفيديو اختفت ان اختفى النويز اختفى الغباش من الوجه صار يعطيني دقة للشخصية عالج للفيديو بطريقة احترافية والاشخاص اللي عندهم خبرة في المونتاج وتحجيل الفيديوهات ممكن ياخذون الفيديو بعد ما تموا معالجه بالذكاء الصناعي وياخذونه على برامجة مونتاج ويزيدونه دقة واحترافية ويعالجون ببعض الاشياء اللي ما تم معالجتها او اه عندهم خبرة انه يرفعون اه الجودة الفيديو من الجودة الحالية اللي نسوها الذكاء الصناعي الى جودة اعلى واقوى فراح يصل النتائج فعلا خرافية فانصح اي شخص الان يعني كان يفكر يشتري اه اه ادوات احترافية وكاميرات مثل كاميرا ستوني كاميرات نيكون كاميرات كانون وكان فكر انه يبدأ يشتري اشياء وما عنده الميزانية انه يشتري هذه الاشياء خاصة فيه كثير من الناس ويبدون في اه انشاء مشروع على السوشيال ميديا فاول ما يفكر فيه هو شراء ادوات احترافية والميزانية فالان انصحك تشتري اي اه باستطاع لك اي كاميرا عادية لو اه تكون السعر رخيص او اي جوال عندك فالجوال البيدك الان تصور فيه وترفع جودة الفيديوهات على مواقع الذكاء الصناعي وتعالجها وتصال النتائج احترافية فمسلا اشوف الان مع بعض كيف النتائجة صارت قبل وبعد ما اشترك الذكاء الصناعي على موقع كوكات وبشكل مجاني وما يعطيك حد معين الاستخدام وما يعطيك حد معين المودة للفيديوهات تشتغل عليه في وصف الفيديو في بعض اللينكات راح تستفيد منها في قانوات للذكاء الصناعي راح تستفيد منها فيها ادوات وتحديثات خاصة بالذكاء الصناعي وكل جديد الذكاء الصناعي وانا عجبك هذا الشرح البسيط يا صديق لا تسهل تدعمنا باشتر واللايك والاعجاب واذا ما كنتم تشترك في القناة اشترك في القناة عشان يصل لك اي جديد في القناة وفي الاخير سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا الى انت استغفره واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة